نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرضا معلومتيا يصلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي وفقا للتقرير تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022-2023 بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة